قبل ما جي لحضرتك أنا ما شفتش مؤتمر الصحفي على الهو بس عادت ذكرته قبل ما جي لك كويس بصراحة شديدة يعني حركة ديتني احساس انه انت عايز من خلال برنامج ده تحاول النادي لمؤسسة اكبر من ان هو نادي هي ناس اصلا بتعامل معكم عن لقب سوبر باور فايه فكرة للمؤسسة يعني اين نادي يبقى عنده جمعية اهلية خاصة بنشاطات مجتمعية مختلفة ايه الفكرة في التحويل النادي بكل وهو عنده زخم وموارد وإقدارة وا 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 فكعايز تحويله مؤسسة فيها لجنة اقتصادية ايوش شف عليها دكتور فروالوقدة يعني موضوع كده كبر زيادة بصراحة اسمح لي بس الاول اقول نقول حتة مهمة الاهلي هو مؤسسة قبل ما يكون في برنامج بس الاهلي تلعونه مؤسسة مؤسسة كبيرة اه ليها حدود احنا حابنا نكبر الحدود دي شوي حاول نفتحها شوي لان ده حق الناس علينا والنادي الاهلي الحمد لله رب العالمين هو افضل نادي مثلا في مصر حسب ارقام افراقيا والناد العربية ده الحمد لله رب العالمين طيب اين دوره بقى المجتمعي زي ما حالك بتقول اين دوره العالمي زي ما حالك بتقول اننا احنا عشان نعمل نوصل البرنامج با هذي الشكل لكن الدور نادي الاهلي هو فعلا مؤسسة والمؤسسة في تقديري انا وده شيء مستحدث وانا شايف انه هو مهم وعشان كده انا دخلت برؤية جديدة بفكر جديد ان ليه اي حد داخل الانتخابات ليه ما يقدمش للناس كده زي معاهدة عقد والله احنا بنفكر في واحد اثنين ثلاثة اربعة في حاجات من دون جميل جوه البرنامج ان احنا هنقدر ننفس ده فورا في حاجات لا محتاجين ان احنا فيها ترخيص في حاجات ان احنا محتاجين فيها ننشئ مؤسسة يعني اجتماعية مثلا دي كل الامور دي محتاجة ان احنا بنقول للناس بنتعهد امام الناس ان احنا نقدر نعمل ده